يتفق الجميع على أن بوسع تعز قلب الموازين وتغيير المعادلة في معركة التحرير واستعادة الدولة لكن كما يبدو أن محاولات جر تعز إلى مربع العنف نجحت أخيراً رغم حرص الكثير من أبناء الحالمة على الحفاظ على مدينتهم فتعز التي صمدت بوجه طوفان ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تراخت قبضتها الأمنية منذ تحريرها لتقع في مغبة العنف الذي فرضته بعض القوات الممولة من دولة الإمارات بعد مرور قرابة أربعة أعوام على انطلاق المقاومة وما تلاها من طرد الميليشيات من المدينة ومواقع كثيرة إلا أن تعز لا تزال حتى اليوم رهينة حصار مطبق تلتقي فيه ميليشيات الحوثي العدو التقليدي لكل اليمنيين بالإضافة إلى كتائب أول عباس وقوات عسكرية أخرى باتت اليوم تشكل جزءاً من مصيبة تعز فالحجرية والشمايتين وصولاً إلى مدينة التربة باتت مناطق تحشيد عسكري ومواجهات شهدت طرقها نقاطاً وقطاعات تنشر العنف وتزرع الفوضى والاشتباكات في المناطق الأكثر أمناً في تعز منذ بدء انقلاب الحوثي ما هيك عن قطع الطريق الوحيد الرابط بين تعز وعداً عن طريق هيجة العبد لكن قطعه هذه المرة من قبل المحسوبين على فريق الشرعية أكمل الحلقة حول تعز شرقاً وجنوباً وغرباً تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان الصادر مؤخراً قال إن حصار الحوثيين المستمرة لمدينة تعز يعد عقاباً جماعياً وانتهاكاً متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية لكن ميليشيات الحوثي التي خلى لها الجو لا تزال تقصف المدينة وتستمر في حصارها وما عجزت عنه قامت به الفصائل المتصارعة بالمقابل لا تستكين الإمارات في تعزيز الفصائل المسلحة الموالية لها بتعز بالسلاح في وقت يقول فيه مراقبون إن تعز هي ميدان المعركة المحتملة لميليشيات الإمارات لتأمين باب المندب وإرباك الشرعية والزج بالمدينة في فوضى لا تنتهي تجاهل القيادة السياسية والعسكرية لما يحدث في تعز وعدم ترتيب الوضع العسكري في المحافظة يحمل أكثر من تساؤل حول أهلية الشرعية لمهامها وجديتها في تحرير البلاد